عقد الرئيس عبدالفتاح سيسي بقصر الاتحادية مع رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعمها على مختلف الأصعضة والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير الماضي وخلال اللقاء أكد الرئيس سيسي موقف مصر الدعم لوحدة وسيدة الصومال على أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية كما رحب رئيساني بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون السلائي ومن بينها اطلاقوا خط طيران مباشر بين القاهرة ومقدشيو وافتتاحوا سفرات المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقدشيو فضلا عن التوقيع خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين وقد أعرب الرئيس الصومالي عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية مشددا على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة ومثمنا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات شهد اللقاء التباحثة حول مختلف الموضوعات الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التوافق على تكثيف التشاور وتنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقية وقد شهد الرئيسان عقب المباحثات مرسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين كما عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا كما عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا